اشتركوا في القناة وعرب رئيس مجلس الشورى في برقيته عن امتنانه لما تضمنته الكلمة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة في هذه المناسبة الوطنية من معاني اصيلة وتوجيهات سديدة تحدد الاولويات الوطنية خلال الاعوام المقبلة وترسم ملامح المستقبل المشرق لمملكة البحرين معربا عن ثقته العالية في ان تكون المرحلة المقبلة من مسيرة العمل الوطني بمشيئة الله وبفضل قيادة ورؤية ونهج حكيم ورائد من لدن جلالته مرحلة زاخرة بالعطاء في ظل مسيرة العهد الزاهر الذي نعيشه لتحقيق ما فيه خير ومصلحة مملكة البحرين وشعبها الوفي من خلال التكاتف والتعاضد بين الجميع والاسهام الفاعل لتعزيز دولة المؤسسات والقانون وحصد المزيد من النجاحات في المسيرة الديمقراطية الناهضة وتعزيز ما تحقق فيها خلال العقدين الماضيين بما يحقق الأهداف التي يصب إليها جلالته ويضمن استدامة ورفعة الوطني والمواطنين الكرام معاهدا جلالة الملك المعظم على المضي يدا بيد في مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالته بكل حكمة وحنكة واقتدار لتحقيق المزيد من التطور والنماء وتعزيزا للأمن والأمان والتعايش السلمي والتنمية المستدامة في كافة المجالات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وصولا إلى المزيد من الرفعة والازدهار والتقدم وتثبيت اسم مملكة البحرين كأنموذج حضاري رائد وداعم للتنمية الشاملة والسلام الشامل بين الجميع